السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 7 من الفصل الثاني هنواصل الحديث عن الالكترونيك استراكشور الجزئية الخاصة اللي هي لسمها الالكترونيك كونفجريشن أو التوزيع الالكترونيك يبقى الالكترونيك كونفجريشن عبارة عن ايه؟ عبارة عن the arrangement of electrons in their shells is termed the electron configuration يعني ترتيب الالكترونات في مدارتها هو اسمه الالكترونيك كونفجريشن وبعدك هنا عندنا حاجة اسمها maximum number of electrons that can be accumulated in shell is given by 2N power 2 whereas N is the shell number يعني أقصى عدد يمكن أنه هو يتواجب في المدارات بيحضب بالقانون اللي هو 2N قس 2 حيث عن N دي هي shell number يعني مثلا زي ما نشوف المثال اللي قدامنا ده 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 وقته قادي النواة وقادي مدار المدار ده اسمه ده المدار الأول فيه 2 إلكترون يبقى ده أقصى عدد يبقى 1N قس N يعني 2 يعني تبقى عبارة عن 2 مضروبة في 1 قس 2 طبعا 1 قس 2 يعني بيسوي 2 يعني معنا كده أقصى عدد من الزرات يبقى 2 زي ما احنا شايفين أما المدار التاني بيقولك ده يتشبع بيه 8 إلكترون يعني معنا كده 2 مضروبة في 2 قس 2 يعني 2 قس 2 ف4 ب2 يبقى ب8 إلكترون زي ما احنا شفنا وهكذا يبقى المدار التالت 18 إلكترون زي ما هنشوف الجدول الآتي اللي بيوضح الفكرة دي زي ما سب شيلز أو المدارات الفرعية احنا الجدول اللي قدامنا في الحقيقة بيعبر عن الإلكترونيك شيل اللي هو المدار الأصلي وبعدين النمبر أوف شيل عدد الان أو عدد المدارات في هذا المدار الأصلي وبعدين التوتا النمبر أوف سب شيل وعندي عدد المدارات الفرعية وبعدين أسامي المدارات الفرعية وبعدين عندي المكسيمم إلكترون في المدارات الفرعية والمكسيمم إلكترون في المدارات الأصلي عندي في الحقيقة مجموعة من المدارات الأصلية القدامة اللي هي الكي والإل والإم والإن مثلا عدد المدارات في الكي هي عبارة عن مدار واحد طيب عدد المدارات في الإل 2 مدارين عدد المدارات في ال-M عندي 3 طب عدد المدارات في ال-N عند 4 لما اجنشوف total number of sub-chill في المدار الأولاني على اي واحد بس لكن فيه المدار اللي اسمه L على عدد المدارات الفرعية 2 وفي المدار اللي اسمه M عندي عدد المدارات الفرعية 3 والمدار الاصل اللي اسمه N عندي عدد مدارات فرعية 4 طب لما أجي أشوف مسميات المدار الأولاني الفرعي اسمه 1S لكن في المدار الثاني L فيه مدارين فرعيين زي ما قلنا مسمياتهم 2S و 2B ليه 2 عشان ده المدار الثاني أما المدار الثالث فعندي 3S و 3B و 3D أما المدار الرابع فعندي 4 مدارات فرعية مسميهم 4S و 4B و 4D و 4F لما أجي أشوف المدار الفرعي الموجود في المدار الأصل الأولاني ألاقيه ماكسومم 2 إلكترون يبقى معنا كأن عدد الإلكترونات في المدار الأصل الأولاني اللي اسمه كيه هم 2 إلكترون لما أجي أشوف المدار الأصل الثاني ألاقي أن 2S يتشبع ب2 إلكترون بينما 2B يتشبع ب6 إلكترون فجيبقى عدد الإلكترونات في المدار الأصل الثاني هم 8 إلكترونات يعني المدار الأصل الثاني تشبع ب8 إلكترون لما أجي أشوف المدار الثالث اللي اسمه M اللي فيه 3 مدارات فرعية ألاقي المدار اللي اسمه S تشبع ب2 إلكترون المدار اللي اسمه B أو 3B تشبع ب6 إلكترون المدار اللي اسمه 3D تشبع ب10 إلكترون ألاقي أن مجموعهم 18 إلكترون معنى كانا أن عدد الإلكترنات في المدارة الثالث يبهو 18 إلكترون لما أشوف المدار الرابع والأخير أبص ألاقي أن فيه أربع مدارات فرعية الأولان اللي هو 4S تشبع ب2 إلكترون اللي هو 4B تشبع ب6 إلكترون 4D تشبع ب10 4F تشبع ب14 مجموعهم صار 32 أي أن المدار الأخير اللي اسمه ال-N يشبع ب32 إلكتروني تعالوا نشوف examples للتوزيع الإلكتروني أولا التوزيع الإلكتروني يعتمد على العدد الزري بما احنا قلنا العدد الزري عبارة عن عدد الإلكترونات طيب تعالوا كده نشوف كده يبقى الماغنيسيوم العدد الزر 12 يبقى المدار الفرع الأولاني اللي اسمه 1S اللي هو ما فيه شغل مدار فرع 1 أصل المدار الأصل الأولاني ما فيه شغل مدار فرع 1 يتشبع ب2 إلكترون والمدار الفرع الثاني فيه قصد المدار الأصل الثاني فيه 2 مدارين فرعيين 2S و 2B 2S يتشبع ب2 و 2B يتشبع ب6 يبقى فاضل كام من 12 فاضل 2 يبقى متواجدين في المدار الفرعي 3S اللي هو موجود في المدار الثالث طيب عدد الإلكترونيات في المدار الخارجي هنا كام فقط 2 إلكترون يبقى الفيلانس 2 إلكترون للمغنيز لما جا شوف الكلور اللي هو عدد الزر 17 اللي هي توزع كالتالي 1S2 المدار الأصلي الأولاني ما فيه شغل مدار فرع 1 ياخد 2 إلكترون والمدار الأصلي الثاني فيه 2 مدارين فرعيين 2S و 2B 2S ياخد 2 إلكترون و 2B ياخد 6 وبعد كده نلاقي إن المدار الثالث فيه 3S و 3B يبقى 3S ياخد 2 و 3B ياخد بقية السبعتاشة اللي هما الخمسة لما جا شوف هنا المدار الخارجي ليه الكلور ألاقي إنه يحتوي على سبعة إلكترون يبقى الفيلانس بتاعه سبعة يبقى معنا كده أن الفيلانس عبارة عن العدد الإلكترونات في الأوتر شيل number of electrons number of electrons add the outer shell مش number of atoms عفوا number of electrons